القمة العربية هي فرصة لأننا ما نقدرش نتكلم على اتحاد عربي أمام الخطورة على العالم هذه إلا ما حلناش مشاكل اللي هي عند العرب على سبيل المثال هي فرصة لوجود حل للأزمة الليبية والليبيين ينتظروا الكثير من هذه القمة وجود حل للأزمة السياسية والاقتصادية للبنان لليوم مهدى بالإفلاس عملت الإفلاس حقم اللبنانية عملت الإفلاس وجود حل لسوريا للعراق يعني اليوم القمة هذه عندها الدور إلا بغينا أن نضموا الصفوف ونكونوا كقوة فاعلة كما قالها لصحافي مصري قال لك كانت العرب مفعول بها فهل حان الآن أنها تكون قوة فاعلة ترجمة نانسي قنقر